اشتركوا في القناة الاكارم يعطيهم العافية نعود مرة ثانية للقاز ستيشن القاز ستيشن حصل فيها تحديثات قبل يومين وصارت فيه لخبطة وصارت فيه شوية امور ما كانت اوكي انزل حول صارت عندنا لخبطة ولكن الحمد لله اليوم انا فتحت اللعبة اشوف الوضع عندنا اوكي سلطان الله يعطي العافية يقول اضغط على الشفت وخلاص اضغطنا على الشفت والله هذا شكله مبراع او شكل الباص راح عنا لا والله الباص موجود حق الفضائيل طيب خلنا نشيل اذكر اعزائنا المتابعين والمشاهدين دعمكم الدايم لا تنسونا بالاشتراك واللايك وحياكم الله جميعا باقينا شغلات كثيرة عندنا شوي في لخبطة اه في عندنا العاملة شغالة وعندنا واحد لسه توه رايح اوه شكلهم خلاص بيوقفون خلاص خلاص وقفوا العمل يا الله والله شغلة اشكر خوينا سلطان او صديقنا سلطان اللي قال اضغط على الشفت ويتعب بسرعة اوكي 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 تقول شغلك عادل خلاص عمالي راح يمشون خلاص انا راح اتورط الان راح ادخل في مأزق كبير طبعا عندي لازم ارد على التليفون وهذا اللي بيصير يقولون ربا ضارة نافعة يمكن يجينا الفرج في التليفونات هذه كما جان الفرج مؤخرا دائما كان يجينا الفرج والله الوصاخة معاد معاد يعني معاد في مجال معاد في مجال اني اتحكم في الوصاخة نائيا الوصاخة في كل مكان الان اوكي يقول الانسر ذفون ما راح والله عندنا في المغسلة في احد وتوقع في القراج في احد والدعوة ضاعة جاء جاء الورع جاء الله ياخذك يا ورع قسم بالله يا اخي هذا عل طيب نشوف وين الخرابات عندها اطارين وعندها باب تقريبا يعني نحاول نرضي الكستمر لكن النظافة رايحة فيها في الورشة اوكي هذا واحد باقي الثاني اطار الثاني امام هذه شكلها ما تحاسب في المطبات اوكي باقي النا الباب الان هذا لازم نطلب منه والبطاريات في الارض والله الوضع صعب راح نسوي كذا وان شاء الله تروح المشاكل كلها اوكي يا سلطان يعطيك العافية متميز يا سلطان انتظر العمال يخلصون من نومتهم واجيبهم بسكل العمل واروح ارد على التليفون خلاص لازم ارجع ارد على التليفون واشوف اوكي يوتوب خلاص عندنا واحد جاهز ايش اللي صار في حريق ولا شي والله في شي انا حس ان في حاجة غريبة يا ولد شلي صار والله في اغبار جاي والله كارثة يا الله يا زعيترا جاي وقتك الان في احد متابعين نزعيترا يقول يقول دف السيارة بالمكنسة والله ايش هذا يقول دف السيارة في المكنسة ترا والله يبسويها يبدو عندنا راح سصير مشاكل يا اخي نلحق على ايش ولا على ايش روح 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 شوف يدقر الان تنتظرون حياكم الله تبتمشون مع السلعمة نطلب وقود 164 اساسا المحطة حقاتنا فاضية من كل حاجة راح يشتغل على راحتي اوكي شكرا يمدح يمدح جاءنا الباص المجانين دولة اصلا اوه 14 ايتم والله اللي بيفضون والله هذا كاستمر ودك نعطيه ديسكانت راح اسكر محطة الكارواش راح اسكرها قفلها ما ابغى كاستمر يجيني لان معني فاضي يا اخي خلصت البقالة حقاتنا انت راح اقفل المغسا خلاص ما ابغى احد يجيني مش فاضيلهم انت والله محترمك يعني اوكي اوكي يا سلطان شوف سوينا اللي تقول عننا عملنا بالسكرول ان شاء الله انها تضبط الامور وتخلص انها السيارة بسرعة انا حس انها تاخذ وقت طويل عملنا بالماوس سكرول down up وشكلها بتضبط الامور معا اتمنى تضبط وتخلص بسرعة يا الله وش خليته خلني اجيب العلة هذه تجي تقوم بعملها 311 دفعة واحدة تعالي تعالي استلمي الكاشير هذا نقول اروح لل للقراج ريحوني شوي مثل ما نقول كأن نقول كبر راسنا على العمل يا الله داخل الحمام نظاف وصاقة الله كاذب لسه الحمام ما صار نظيف اوكي اوكي جايكم 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 لسه باقي لنا اوردر وحق والله نظفنا ولا ما نظفنا ما حد جاب لنا خبر شوف الوصاخة كيف اوه ايوه نعم صحيح صدقت يقول عندك الوصاخة مرة الريحة مرة معفنة اكيد الله لينكم انتم يعني جبوا مبلاوية وترمونها علينا هنا راح نحاول نكسب التحدي اليوم قدر المستطاع الزباين يشتكون من الوصاخة يشتكون من اشياء كثيرة وحنا والله ما معبرين لهم للأسف الخدمة سيئة مرة واخري واخري عني خليني اصدق مرة اصدق زعيترا مرة عني النمو مرة الصحة مرة لن اصدق مرة اصدق زعيترا واخري عرب اصدق اصدق زعيترا هذا تطبيق على طول متابعيننا عليهم على طول يعطوننا الأفكار ونطبقها على طول يلا خلصينا انتي لكن في عندنا مشكلة الان الرمل هذا لازم نشيلها والله راح ارد خلاص خلاص انك بجعت اي وحين اين كنت اتظاري؟ اه حسنا يقول لي كمل وعندك جديد وساعدني وما نعارف ايش من هالكلام يعني يقول ساعدني بأدائك الطيب لا تورطنا لا تفشلنا كلنا لا اوكي ما في مشكلة بالمكنسة يقول والله كلامه صح جيب المكنسة وكنس السيارة يلا حبيبي يلا اطلع افكار متابعيننا دائما دائما ممتازة متميزة صراحة ما شاء الله والله يا كثر الرمل ايش يبغاله يبغاله صيانه ولا ايش يبغاله لا لا جينا التحدي الكبير بصراحة جينا تحدي كبير مرة اوكي مع السلامة يلا روح امشي اش اللحق عليه يا اخي الباب من هنا الباب من هنا تكفى الله عافيك شوف الوساخة يا الله البقالة فاضية والله انكم مرطة انت يلا انت يا الثاني اطلع اطلع فكنا شرك روح امشي يلا اطلع شوف علك يا حبيبي امشي اطلع فكنا شرك لا 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 بصير كارثة خلا يروح ابوي فكنا خلا نشير الرمل احس انه كأنه الوقود صار عندنا تعبيته اسرع من اول اوكي مرحبا والله لو ما تطلع انا بقى اشوف لك حل والله زبون زبون ما ما نقدر ما نقدر نقول لا شي كنا مستغرب الباص ده جالس عندنا ما يروح شليه باطلب راح اطلب سبلاي اطارات هذا اكيد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وراح اطلب القلم هذا واحد اثنين ثلاثة ما عندنا المشكلة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة الله ما ادري هل يجيبهم ما اتوقع يجيبهم اوكي الوردر كامل راح يجي خلاص الله ما ادريش يعطوني من يا ولد صرنا مشهورين صارت محطتنا مشهورة وش اللي راح يعطوننا الويرهاوس ولا ايش طيب راح اشوف المستودع عندنا بضاعة جاية للقراج ما نستفيد من العامل حقنا اللي قاعد في القراج اذا كانت الاغراض ما قاعد يشتغل ما راح Нستثمر اوو المستودع كبر هذه التوسعة يا سلام عليك والله هنكم جيدين الان مقدر نطلب طلبات اكبر من الطلبات الماضية يا اخي مسكين هذا صار ليومين والله يومين رح اعطي هذا اطارات انا جبت كل حاجة بطاريات زيت اوكي والاقلام هذه الخاصة به امرايات ما جبت والله مش كثير يا اخي امرايات عندنا قليل وين العامل يا اخي والله كارثة العامل حقنا مشى ليش مشى علشان انه ما في شي ما في اغراض انا ملومة طبعا لا تقول لا روح الا تكون انت دافع لا كويس فيهم زباين ويمدحون اه هذا شي جميل ما ادري خلني اشوف هل هو جاء ولا ما جاء توقع عني طلبته يجي اوكي شغال شغال كويس خلني اشيل المسكين هذا يا اخي حرام عليك حرام عليك قاعد تفحط اوكي والله مشكلة اوكي يلا يا اخي اتطلع اتطلع بسيارتك فكري اشرك يا الله شوف هذا مشكلة ايوا ايوا اطلع 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 بعيد عنا انه تكفى الله عافيك المشكلة انه لا في الدراكسون روح منك روح منك روح منك تكفى الله عافيك خلاص ده معلق يا الله والله معلق هذا مصيبة طلاب اخليك تولي يا اخي هذا يتحاوش مدريش بشكلت الله لا اطلعك بر المنطقة ننقل عم أيوة مع السلامة يا الله شوف 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 ياخي أنت صاحي أنت أيوة فكنا الله شرر شفت كيف طيب كويس 3800 المبلغ اللي الآن جاءنا روح نعبي بنزيم وقود ونشتغل على الراحة طرق أفضل نشتغل على الراحة يا ولد ليكم ما عندنا وقود زير وقود والله مشكلة النسيان نسيان مشكلة يعني مع والله شوف صرنا نعبي 400 ما أقول لأ 200 يا خانة شوفها 2001 واحد مش الكلام هذا أوكي خلنا نعبي على ما يجينا بعدين راح نتفرق آآ للوقود والله المحطة حقتنا بدت يعني صارت الدخل مبالغ كبيرة وهذا شيء جميل آآ تحكم في آآ آآ يبدو أني الآن أقدر أوظف واحد جديد أشتري كرفان أو فان وأوظف واحد جديد أنا ما شيكت على الأمر هذا على الأقل نخليهم يعني كذا زي الورديات آآ أتوقع آآ أمبلوي آآ أشوف التريلر أقدر أشتري وشريت واحد زيادة والآن راح أجيب موظف زيادة آآ عندنا واحد من العمال يشتغل آآ هال اللي نشغل على الكاشير هو مثمر آآ ما توقع الأفضل نخليه يشتغل شيء يعني طبعا التنظيف ما هو بالحيل عندنا آآ لأن التنظيف أساسا نحن واقعين في مشكلة يعني هذه نظيفة جاء جاء مفروض نستثمر الآن في الكارواش ليش لأن الكارواش آآ والله أفضل تعال يا أخي لقد تزعجنا عندنا موظفة الآن بتجي وراح أخليها على الكارواش هذا شيء أكيد شوف المستودع كيف الآن بدأ ياخذ زيادة راح يمشي الآن على طول أنا عارف أوكي مع السلامة راح أطلب الموظفة أخليها كاشير آآ أخليها بالكارواش آآ نشوف نجرب الآن الكارواش كيف وضعها راح نقول افتح كارواش آآ أكيد جاهزة أتوقع جاهزة آآ راح نطلبها طبعا نسدد وبعدين نطلب راح أطلبها وقولها تعالي في كليين ستيشن ما في كارواش يا ريبير كار يا أخي أتوقع أنهم في يلا كليين ستيشن خليك المرة دي نضفي أضفي وأنا أستلم الكارواش أتوقع المرة دي راح تضبط معانا الكارواش لازم ننتبه للوقود يا روالكام اللي في الربين راح يوقف الآن والله أنا كأني وفتحت الأوبن لكن ما حد جاءنا بسلامتهم لحدي يجي هذا خلص على الأغراض شكله بيمشي والله والله يا أخي دخل دخل كبير في القراج والله القراج يشتقل راح أطلب أوردر إطارات على طول على طول إطارات إطارات واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة والقلم هذا واحد ثلاثة الميرور واحد ثلاثة يا الله خمسة وسبعين أتوقع يكفي وين اللي تنظف هذه أنا ما شوف أتنظف والله ما شوف أتنظف أيوة خليك تديلها كده يعني بالعرب والله يخلص بسرعة ثارية ضارة ما عندنا متابعين جيدين فأحنا بخير إن شاء الله طبقنا الطريقة اللي قالها لنا خوينا سلطان شكرين له كثير يعطيه العافية ساهم كثير في طرح أفكاره الجميلة في اللعبة هذه اللي هو الـ سيمولياتر الجميع خلصنا خلصنا أوكي آآ جا هذا سوينا طلبية كبيرة للقراج أساساً الباب مفتوح كمان بوي كمان الله طلبية كأنها صغيرة يعني الله الله مليان ما فرغت الأغراض الأولية راح راح يجيك راح يجيك أنا مش فاضي لك وش تسوي لها المشكلة العامل المفروض هو اللي يشيل ويرمي بعد ما يخلص شغله المفروض ما يخليني أنا اللي أشتغل بالشغل هذا موسيقى لقد ذتهت للنظم حسنا حسنا عشنا موسيقى 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 جاهة تاكري موسيقى خوين عزال نايم. اقل ما فيها اطلب مية. الكارواش اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة